لكن خلينا في البداية أنت كنت عايز تتكلم على رحيل قيمة علمية مصرية كبيرة ما حولي يأخروا ببرا السياق الرياضي سنة ونعزي مصر بل الإنسانية الحقيقة في وفاة المغفورة بإذن الله هاني الناصر الدكتور هاني الناصر والتي جاءت وفاته اتكلفتنا الرجل كان لوقت قريب يثرينا بعلمه وحكمته وريوته الثاقبة في كثير مش بس من المواقف العلمية والرؤى الحياتية والإنسانية أنا شخصيا كثيرا ما كنت أستمع إليه وأتعلم وأتدبر وأكتشف تفسيرات لمعنى كثير من مواقف الحياة الدكتور هاني الناصر الرئيس مجلس القوم للبحوث للبحوث قيمة علمية كبيرة جدا أي؟ ولما تقول مركز القامل البحوث لو الناس واخد الأمور بمعنى الحقيقي هي مستقبل مصر أبحاث علم طور في أن المركز القامل البحوث مش مجرد مكان لتجديس الدكتورهات والشهادات العلمية والأبحاث النظرية والأكاديمية ولكن ربطها بالواقع المصري والواقع اللي يعيشه العالم عشان اللي عنده مشكلة يقدر نروح له بيها يدرسه له ويجود له الحلول ولما ترك منصبه تحول إلى فيلسوف وصاحب مفكر مفكر إنساني رائع جدا نفتقده بالتأكيد صراع قصير مع المرض ما دامشي كثيرا يعني ورحمة الله عليه وربنا يعوضنا إحنا وأهله كل خير ألف رحمة ونورة على روح هذا الدكتور المصري النبيل اللي الحياة أثرى الحياة العلمية وأثرى البحث العلمي بكل جهوده الكبيرة ومصر دايماً ولادة ومصر دايماً قادرة تقدم من النوابغ ما يسد كل فراغ إن شاء الله اشتركوا في القناة